كاركوك تفتقد إلى الكهرباء فهذا الملف الذي يوصف بالشائك والمعقدة والسبب يعود إلى المحاصصة والأحزاب والفساد والكتل السياسية التي جعلت الكهرباء شبه مفقودة حتى وصلت ساعة الانقطاع إلى ثمانية عشر ساعة في اليوم دون حلول تذكر الدولة والحكومة وكل الأطراف عاجزة عن معالجة هذا الأمر ولن يحل هذا الأمر بهذه الطريقة طالما ملف وزارة الكهرباء يذهب لأصحاب الكيانات الكبيرة والنفوذ الكبير في هذا البلد ويستثمر من خلالهم لن تحل هذه الأزمة أبدا في العراق ملف شائق جدا ومعقد بسبب المحاصصة وسبب الفساد وبسبب المحسوبيات الكبيرة التي تعطى لأصحاب الكتل الكبيرة ناشطون أعربوا عن غضبهم بسبب ساعات الانقطاع الطويلة رافضين استيراد الغاز الطبيعي من إيران مبينين أن غاز كاركوك يحترق دون الاستفادة منه وعلى الحكومة استحداث محطات كهربائية جديدة والاستفادة من الغاز الذي يحرق يوميا على مدار أكثر من مئة عام ما أقوله إحنا محافظة كاركوك تجينا الوطنية نص ساعة وإحنا أهل النفط والغاز ما أقوله ناخذ من إيران غاز على مد تجينا الكهرباء ونريد كهرباء ونريد خدمات هذا حق ومطلب مواطن يعني ما رائد أكثر من حق المواطن رغم وجود ثلاث محطات كهربائية إلا أن انتاجها يذهب إلى الشبكة الوطنية انتاج كاركوك مرتبط منتاج الكل لعموم العراق يعني اللي ينتج فيه من الله عبدالله أو تازة أو دبس يحاول إلى الشبكة الوطنية شبكة الوطنية مركزيا إحنا ناخذ حصتنا لتعود حصة كاركوك والمفترض أن تكون 15 ساعة إلا أنها تصل إلى 6 ساعات فقط وهذا الوقت لا يكفي هذه المدينة الكمية المجاهزة لكاركوك قليلة جدا 6 ساعات يوميا أو أقل 4 ساعات هذا ما تكفي هذا ما تلبي طموح أهالي كاركوك سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك لا مرة مرة لا بسم عدة